السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الإعلان عن نتائج مراقب مربي يعني 510 من المناصب لمركز وجدة إذن ثم الإعلان عن مركز وجدة لوحده يعني ما زال المراكز الأخرى لم يتم الإعلان عنها كما تشوف جاني ميساج عند وحد صادق ذا بقليه فيه وينقرر لكم الميساج وينتم الإعلان عن الناس اللي نجحت ونهار الثلاثة 18 الأبريل سيكون التحاق الساعة التاسعة صباحا نصحوبين بالوثائق اللي تم اللي هدروا عليها تم الإعلان عن 140 منصب يعني 140 منصب تحيدوها من 900 منصب عملية حسابية بسيطة فهو باقي تقريبا ما يعادل 760 منصب إذن ذا بتم الإعلان فقط عن اللي يجتاز الامتحان بمركز وجدة إذن كما تشوفوا فحتى فهو أحد يعني ما يتقلق ولا شيء هاجة حيث كان قللكم كما قلت لكم فاجاني ميساج معند الصادق كان أعتذر على التوضاء راني كنسجل تباغي بسرعة بحكم أن الميساج معند الصادق تم الإعلان عن نثائج نهائية لمباراة توضيف 510 مراقب مربيب المندوبية لإعادة السجون ثم الإعلان عنها بالرغم من عدم الجياز مركز البيضاء الشفاوي ومركز السالة يعني بالنسبة للمركز السالة ومركز الضر البيضاء فهم يوقع أنهم بحل العملي ذات مركز السالة كانت نفس القضية مركز السالة العملي ذات فش كانوا طالبين 500 مراقب مربي فكانت مركز السالة طالبين تقريبا 200 مراقب مربي وبالتالي فهم حتى يدخلوا لخورين يسطاجي عاد مركز السالة يعني تم الإعلان عنهم وفتالي يعني يدمجوا كل شيء يعني وفتالي يرتخرجوا تقريبا في مدة وحدة يعني كان بنتهم فقط واحد سمانة من بعد في التخرج أما بالنسبة لهذا فإذا ما ما يبقاش فيكم الحال راه ما زال غا يعلنه ما زال غا يعلنه على 700 منصب يعني باقة قريبا 710 مناصب ما زال لم يثم الإعلان عنها يعني مجرد ما غا يعلنه عليها فهم غا يعلنه حتى على مركز السالة ومركز الدار البيضاء يعني غا يشتازوا المتحان الشفوه وغا تكون يعني واحدة سرعة بزاف يعني ممور العيد فتقريبا راه كل شي غا يلتاحق وكل شي غا يكون تماما فمن بعدها تبقى تقوله غا يكون تعلنه المهم ما عليناش فدابا يعني راه ما علنه على 140 منصب علنه على اللي يجتازوا بمركز وجدة أما الآخرين فراه ما زال غا يعيطو لكم يعني بلا ما تخاف بلا ما والو راه ما زال غا يعيطو ما زال غا يعيطو ما زال غا يعيطو على النفائج الأخرى كما قلت للدري نعم ما شي مشكل بحل عمل يفاث مجرد ما غا يدخلوا غا يدوزوا واللي بقا عاد غا يدوزوا لهم وغا يدخلوهم يعني كنتمنى ان الفيديو راه قصير ولكن يعني الاستفادة منه بحكم التجربة ذي رفاد الميذان فأنا يعني اعطيتكم التجربة ذيالي كنتمنى ان حلقة تكون لاتلعجب ذيالكم ما تنسوا جديروا لايك وسبسكرايب وشكرا لكم وإلى اللقاء